الجولة الأخيرة للديبلوماسية الأمريكية قبيل مغادرة البيت الأبيض يرمي الرئيس أوباما كل ثقله في تسجيل هدف أخير في ملعب القضية اليمنية في الوقت الضائع من فترة حكمه إذ أعلن وزير خارجيته جون كيري من أبوظبي عن اتفاق مبدئي بين السعودية والحوثيين على وقف لإطلاق النار يبدأ في السابع عشر من نوفمبر الجاري بالإضافة إلى اتفاق الطرفين على العمل لتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل نهاية العام الجاري بحسب وكالة أنباء عالمية دون الإشارة إلى الموقف الرسمي للحكومة اليمنية من هذا الاتفاق وزير الخارجي عبد الملك المخلافي من جهته أكد أن ما صرح به الوزير كيري لا تعلم عنه الحكومة اليمنية ولا يعنيها ويمثل رغبة في إفشال مساعي السلام بمحاولة الوصول لاتفاق مع الحوثيين بعيدا عن الحكومة متهة المسار السياسي في اليمن الذي تأرجح بين الرياضي وطهران والدول الراعية لمباحثات السلام يسعى كيري من خلاله في محاولة أخيرة للتوصل إلى تسوية للنزاع في اليمن غير أنه لا بوادر ولا مؤشرات للصناعة حل قريب ما هيك عن أن مساعي كيري تبدو بغياب المبعوث الأممي عن صدارة الأحداث خارج سياق المقبول والمعترف به خصوصا عقب الانتقادات الواسعة التي قوبلت بها خطة المبعوث الأممي كونها لم تلتزم بمرجعيات السلام الأساسية أما على الأرض فقد تمكنت وحدات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية في تعز من تحرير عدد من المناطق شرق المدينة من الميليشيات الانقلابية معلنة تقدمها في أكثر من محور في الجبهات الشرقية بعد معارك عنيفة خاضتها ضد ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية خبير عسكري يرى أن الشرعية على مستوى السياسة والميدان هي السر خلف هرولة كيري الأخيرة أصبح من الواضح أن المسار السياسي أمام لحظة فارقة خصوصا أن معادلة القوة الميدانية ترجح كفة الشرعية كل يوم بينما يتم ضرب مرجعيات السلام عرض الحائط وتجري الترتيبات من الشوارع الخلفية التي لا تصنع لهذا البلد المعذب سلاما مستداما لكنها تؤسس لحروب مستدامة وتبقي اليمن في حالة لا دولة ولا شرعية ولا سلام